بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الموضوع القرار لست طالع جديد لانما الشركات المحامية في الاساس شيء قائم بالفعل من تاريخ لانه مذكور في قانون المحامية المادة 4 والمادة 5 لكنه كان لم ينفس فعليا بشكل كامل كان ينقصه بس إنشاء سجل تقايد فيه الشركات وكانت الشركات المدنية بيتم تأساسها عن طريق إثباتها في الشرع قاري وبعد كده بيتطبعوا الإجراءات العادية خالص بس ما كانش بتكتمل شكل الشركة كامل لان عدم وجود سجل بيها زي السجل التجاري مثلا في الشركات التجارية طبعا بالنسبة لتأسيس الشركات هي قاسرة على المحامين المصريين المقايدين بقابة المحامين فقط وبتبقى بطلوب منهم بعض أوراق زي صورة الكارنية لنفس السنة اللي هيأسسوا فيها وصورة البطاعة الرقم القاومي وصورة البطاعة الدربية وصورة عقد موسق للمقر اللي هم هياخدوا فيه المقر بتاعهم الرئيسي ولو فيه فروع بيقدموا برضو المستعدات الدل على الفروع دي العقود الموثقة بيتم مراجعة الكلام دولا وفيه نموذج أساسي للعقد متفق مذكور في القرار بتاع سادة الوزير العدل المفروض تلتزم به كل الشركات المقايدة عندنا في السجل لأن هو ده النموذج المتوافق عليه وهو ده النظام الأساسي لشركات الموهمة على مستوى الجمهورية بنرجع النموذج اللي هو بيبقى جايبه وبنرجع الورق المطلوب وبنعمله إصال إداع بالبنك بالرسوم المستحقة بيروح يوردها وبييجي وفي نفس اليوم بيتم قيده وبيتم تسليمه شهادة بالقيد في السجل شركات الموهمة هي شرقاء يعني الأغلب الأعمة عايزين يجيبوا شرقاء من بره إما من بره الجمهورية إما من بره مهنة المحامات يعني فيه ناس بيتحب الدخل المحاسبين معهم ممولين إنما هي الفكرة والهدف منها تحسين السوق المصري المحامل المصري فالشرقاء كلهم قايمين على النوم يكونوا مصريين ومقادموا قاتل المحامين وخلاف ذلك يبقى بينه هو كشركة وككيان بينه وبين الناس اللي عايز يعمل معهم مشراقة عقد خاص بعيد عن النقابة تماما والنقابة ما تعتمدش أي واحد خارج النقابة وهو ده الهدف طبقا لقانون المحامات وقرار المجلس واللاحة التنفيذية للإدارة اللاحة التنفيذية ألزمت هو كان الأول لو في حد خارج القطر المصري أو خارج مهنة المحامات بيتقدم طلب للمجلس وبيأخذ عليه الموافقة بس المجلس اجتمع وقال ان احنا مع الشركة كلهم مصريين ومقادموا قابة المحامين وذلك لتحسين السوق المصري للمحام المصري احنا وصلنا دلوقتي 30 شركة بيضموا 69 محامي على مستوى الجمهورية وان شاء الله أملين يكون العدد أكبر من كده هي الشكل العام بتخلق كينات بدل التعامل مع أفراد يعني انت شركة بتاخد شكل الشركة بتتعامل بسيستم شركة للأسف فيه ناس بيتيجي كلها يعني عايزين يعملوا شركات بس مش فاهمين ايه الهدف من الشركة او ايه الغرض من هو يعمل شركة وازاي يعمل شركة يعني هو عشان يقس الشركة لازم يبقى عنده طق مقداري كويس شركة انت لازم يبقى عندك سيستم يفضل تكون جامع كل أبواب القانون إن كان جنائي مدني شارع عقاري اللي هي التخصصات يعني المحامين شغلهم بيبقى فيه حتة التخصص يقولك المحامي ده كويس في المدني المحامي ده كويس في الجنائي المحامي الهدف من الشركة انها تجمع كل التخصصات دي ماينفعش اروح شركة محاميه يقول لا ما باشتغلش في الجنائي مثلا وباشتغلش في التجاري انت شركة ازاي شركة لازم تكون جامعة كل كل أبواب المحاميه والكينات دي فيما بعد هي اللي هتبقى يعني مريحة في التعامل انت كفارد انا لا مش لسه هتعامل مع فارد والله اعلى ما يطلع قويس لا دي شركة وليها كيان وليها احترام وليها واسس انت ما بتتعامل معها هتتعامل بعقود ويتعامل بإصالات ويتعامل شركة بخلاف التعاملات الفردية التعاملات الفردية بيبقى فيها نوع شوية من القلق او عدم الراحة النفسية ان احنا عمل لهم جدول وان شاء الله في خطة قريبة هنعمل لهم موقع كمان على النت نجمع زي بتبقى زي الدعاية دعاية ليهم الموقع ده يعني بتبقى دعاية ليهم من نحية ومن نحية تانية بتقدم خدمات ليهم الشكاوى متحدد لها سيستم ونظام عن طريق اللايحة بتتقدم كل شكوى عن طريق النقابة الفردية اللي تابع لها الشركة وبتتنظر هناك وبيتم اتخاذ القرار فيها عن طريق النقابة العامة بعد ما بيتم التحقيق فيها وما بيتمش الشطب إلا لما بنزروا هعمله انظار وبعد كده ممكن استدعيل المناقشة اذا احتاج الامر وبيتم شطب الشركة ما فيش شركة بتتشطب كده بالمناسبة انا ان شاء الله هسلمكم نسخة من العقد بتاع التسجيل اللي هو النموذج الاساسي والاوراق المطلوبة ونسخة من اللايحة للنشر واللي عنده اي معلومات او استفسار اشتركوا في القناة